لم يبقى إلا شهر على موعد انتخابات مجالس المحافظات هذا الاستحقاق الدستوري المهم الذي يؤسس إلى تطبيق هذا النظام السياسي ما بعد 2003 من حيث اللامركزية ومشاركة أبناء المحافظات في إدارة شؤونهم من خلال المجالس المنتخبة ورئيس الوحدة الإدارية بدءا من السيد المحافظ نحن نبفذ استحقاق دستوري وقانوني والحكومة وضعت كل إمكانياتها من أجل إنجاح هذا الحدث المهم وتوفير كل متطلبات إقامة انتخابات نزيهة عادلة شفافة نوفر فيها للقوة السياسية الحرية الكاملة للتنافس وطرح برامجها وتقديم مرشحيها وبنفس الوقت نوفر الأجواء الآمنة المطمئنة للمواطنين في المحافظات لممارسة حقهم الدستوري في إجراء أو التصويت وبالنتيجة إجراء الانتخابات قدمت الحكومة كل التسهيلات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تخصيصات مالية وقرارات وإجراءات إدارية فنية داعمة لإكمال المتطلبات العملية الانتخابية ولله الحمد أكملت كل الإجراءات وأنجز جدول الأعمال المخطط له من قبل مجلس المفوضي ولم تبقى إلا أيام إن شاء الله ويبدأ هذا الاستحقاق الدستوري الموضوع الثاني اليوم السيد المحافظ في محافظته هو المسؤول للتنفيذ الأول وبغض النظر ومرشح أو غير مرشح واجبة المحافظة على الأمن والاستقرار في المحافظة ونحن وجهنا كل الأجهزة الأمنية بكل تشكيلات في التصدي لأي حالة تجاوز على العملية الانتخابية بدءا من المضايقة للمرشحين والقوة السياسية هذه أعمال منافية للقانون وسوف نتصدى لها ونرفضها ونتعامل معاها وفق الإجراءات القانونية السادة المحافظين عليهم أيضا واجب يؤدون دورهم في حفظ الأمن والاستقرار وتهيئة هذه البيئة الآمنة التي تمكننا من إنجاز هذا الاستحقاق المهم لنأمل يكون فاتحة خير لمحافظاتنا أن يكون فيها حكومات محلية منتخبة من مجلس محافظة ومحافظ تستثمر هذه الصلاحيات الواسعة لديها حتى تقدم الخدمة لأبناء المحافظة وأيضا يتكامل أدائها مع الحكومة الاتحادية مع مجلس النواب في سبيل خدمة بلدنا وشعبنا العزيز ترجمة نانسي قنقر